وهذه شاهدة يفجي بروع لي كان اشاري 10 خبزات 20 خبزة ونشي اشاري نوع واحد هذا خبز تعالضالة هذا خبز تعالسانوج هذه مزو英 خبزة تعالطوين هذه مزو英 خبزة تعالنجوم هذه مزو英 خبزة بهدك بالزبيب دارونهم انواع وانواع وانواع من الى كان جيعان كان جيعان يا دابك يصيم خبزة ياكلها والى يشاريب 20 نوع تعالخبز ويعهما الطابلة وبعدها ويأكل غير مغرف ولا زوج يشبعش تول باركة رمضان هذيك باركة رمضان على بلك رمضان صدقوني خطرت أنا كين كستر السيام هذيك التمراء ولا كاسم الشربات تماكن حسوه هيشبعت خلاص المغرف اللولة تعال الشربة ايه تسمرك قلبتها ماكلها المغرف التانية والتالتها ورابعة يا وخلاص عاك وصلت الى اخصى درجة ولكن كاي الناس يأكل بعينه ماشي بفمه فمه جاي في عينه يحب يشوف هذيك طابلة معمرة عمرينه بك الطابلة عمرينه طابلة بأنوع الخبز وأنوع المكلاب هذي سطح هذي شربة هذي كادة 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 يغمس وحدها منا تغمسها منا والباركة على رمضان هي انتفق يتعمري وليه ماشي قادر يأكل ومن بعد وين طرح هذيك الماكلة مايتصحرش بيها لأنها يتصحروا بالطعام والزبيب والبنت على البقرة ومن بعدها ما ياخدش يأكلها غدواء من داك غدواء من داك غدواء من داك لازم طابلة جديدة وحد اخرى وأنوع جديد ما لا لي من يمدها يروح يمدها الفيديو نزبل يخدموا على شركة ناتكم ها هم يعمروا شركة ناتكم عمروا لها شركة ناتكم خصها واش تخدم يعمروا بيد زبل عمروا بيد زبل روحهم في الزبل النعمة عربية تترمى في الزبل يدير العشان على حاجة يأكل منها لقم ويرميها في بدون زبل ما لا أسمع أسمع ربي سبحانه وحكم على المبذرين هذا حكم الله إن الله تبارك وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين خورة خورة أنت تحب يكون خورك الشيطان تقبل تقبل يكون خورك الشيطان كول قدك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة الكفاف وحنا في تزال يقوله في داجة الكفاف والعافاف هذا هو زوج اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة وباش نعطيك فائدة فقهية إذا كان إنسان الشيطيبه يأكله ما هوش تبذير لا لا إذا إنسان مثلا جينا نكرم الظياف والظياف التعالى لازم لهم كبش ندبحوا كبش وكي ندبحوا كبش يأكلوه ما هوش تبذير بمعنى له كان إنسان يطيب قسمه يأكل هو ومرته ولاده وما كاش حاجة حتى ما في بدون زبل هذا ماش يتبذير أنا نحكي على النساء يتخدم على بياد زبل أنا نحكي على النساء يتوكل في بياد زبل هو يأكل عشر قرامات ويعطيه بدون زبل زوش كيلو كاش عبد كما هذا كين عبد يأكل عشر قرامات ويوم زوش كيلو كين عبد يأكل خبزة ويوم خمسة خبزات وين صارت هادي وين صارت صيبهم عشر فدار عشر قاعد يجيبوا الخبز وقاعد يجيبوا قلب اللوز وقاعد يجيبوا القديان وتولي القديان قناطرة قديان ويطيبوا غير حاجة قليلة ويرموها البيدون سبل حسبونا الله ونعم الوكيد إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا راح وحد الوفد مننا متزاير سمعوا هامليح هذا المسألة هذه صارت لحكة هالية مش يقيل يقالوا قولا ولا لا راح وفد مننا لزاير راحوا إلى الصين ما للصينيين عرضوهم العشاء الصينيين كيجي يسقي طبسي تاعوا يرفد زوج حبات جلبانة يرفد حاجة هاكده غير بالحبة يرفد مغرف ما للطبسي تاع الصيني فيه غير زوج حبات منا حبا منا يأكلوا الزيرين ضحكوا عليهم قال يضحكنا عليهم قال يحنا يقع مع مارين طباسانة سقي سقي قال لي طبسي منتفخ منتفخ طبسي هادك قال يون أكلوا قال AW 받고 indulge في البداية قال لكن اخلو الخير قال لي طباسانة اكرك يقعن خلوا قال لي هما ميخلوا والو في طباسان قال يضحكنا عليهم سمع هما مشحيحي ميخلوا والو وحنان خلوا الماكلها في طباسا قال لي كيضحكنا عليهم في اقول فياقونا بل يضحكنا عليهم قال لي غدوين من داك خلاونا سقينا وكمنا وكل واحد يدعها قيسه قيسه فقط قال يكي كمنا غلقوا الباب مع الشركة وجابوا المدير الكبير مع الشركة قال لهم لايموا لي هذك المكناة اللي خليتوها ما لايمولوا اللي خلوها تزيرين لايم 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 جاءت شكارها هكذا قال لي جابوا ميزان وزنوها طاحت زعمها قال لي كل واحد فينا خلقها عشرين عشرين قرام ثلاثين قرام طاحت ميزان معين قال لي قال لنا اجبدو ورقة وسيلو قال لي وليش بدنا ورقة سايل وكالكيلاتيز قالهم اضرب ها لي ها لي الميزة الى جات اضرب ها لي في مليار ونص قالهم انا شعبي مليار ونص قال لي ضربناها في مليار ونص قال لي طاحت ấyلاف مؤلفة على الماكلة قالهم ها لي قعمة موابي دونزبل قالهم انا ها لي оلف مؤلفة وكلبها شعبي اكمله اعطا لهم درس هو هذك ليعبد بودا اعطا لهم درسوه هما مسلمين والقال لي والله هاتسيقالي يتخلنا في حويجنا قال يتخبينا في حويجنا قالوا كل واحد فيكم يخلي عشرين قرام كينو تضربوها في مليار ونصح خليتو أطنان قال لي حشمنا قال لي وحنا زعمى مسلمين والقرآن يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاءا قط شر من بطنه يعني ابن آدم ما ملأش حاجة شرم البطن التاع ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فإن كان ولابد إذا كان لازم تأكل فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك باش تتنفس خلي باش تنفس أما هذه التخمة روحوا شوفوا لزيشونس بعد المغرب إنسان يهجم ويبدأ يأكل وينسى ثلث لطعامك وشرابك ونفسك ومن بعدها هو ما يجي يكمل جيب الامبيلونس عاية طلي بومبي أديوها الاسبيطار واش بك أخويا؟ الله غالب تقدرت لا لا يا أخي أنت أنت مسؤول على ما تفعل لأنك أنت لا تعرف الغيبة غيبة الله تبارك وتعالى هذا قعمل التنفس على الدنيا يتنفسوا على الدنيا ينسوا ينسوا بلي كين آخرة وكين قيامة وينسوا بلي كين صحة لازم يحافظ عليها وينسوا بلي الدنيا هذي فاني يا ما رايش باقي يا اعمل للباقي وترك الفاني في وقت سينا موسى عليه السلام في وقته كانوا ثلاثة اسمعوا هذه القصة هايطاتكم عبرة وتزيدلكم النور في القلوب بتاعكم يقول لي إنسان يعف الدنيا هذي في يدك ما شي في قلبك لإمام مالك رضي الله عنه كان يقول اللهم يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا إذن في وقت الناموسى كانوا ثلاثة كانوا يمشيوا في الصحراء صابوا صخرات عدهب صخرات عدهب قاعد هب فرحوا بدأوا يطبعوا فيها بشدوها للمدينة باش في المدينة يقسموها ويبيعوها طبع 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 حتى جعوا لما جعوا عطشوا شافوا صحبهم عطاولوا ذراهم قالوا لو روح للمدينة روح احنا نسلنا وهنا جيبنا الماكلة باش ناكلوا باش نكملوا المسيرة للمكانة ما راح يليه ما لا صحبهم راح شعرهم ماكلة وجاه بليس قال لهم نديل لك ادخال نديل لهم السم باش كي ياكلوهما يموتون نديل الصخرات عدهب وحدي دار لهم السم في الماكلة جاء لصحابه وعطانهم وصحابه واش قالوا قالوا باللياودي احنا رانا زوج ما نقضوش نقسموها على ثلاثة كي يجي نقتلوه باش نقسموها غير لازوج اما لهو غير وصل قتلوه فلما قتلوه كلاو الماكلة لي جاب لهم زادوا ماتوهما وبقاتل حجرات عدهب حجرات عدهب هذه هي الدنيا الناس يتقاتلوا عليها وهي في انها تقعد دنيا هم يتقاتلوا وهي تقعد دنيا لا تتغيى من اللي يخلقها حتى يفنيها يوم القيامة وانما الناس هي اللي تفنى اذا قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه اتقوا الله ما تخدموش على بياد الزبل ما تخدموش على نات كوم أخدمو بشي ربي يرضى عليك اشري قدك كول قيسك قول بسم الله قول الحمد لله بشي ربي بارك لك هذا كله يقعد بكري كانكي قعد الخبز ان سيده وتختوخة صاعدوك ما يعافوش تختوخة ما يسمعوش بيها قعم ما يعافوش دوكي يرميو بكري ما كاش لمرة معها حاجة ترمى كل شي تخبه الخبز يولي تختوخة الجواز يزيدولو حاجة يولي جواز واحدة اخر الحاجة الاخرية يحيوها تبدل ما كاش بيخدم البيدونزبل احنا الآن للأسف الشديد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين والحمد لله رب العالمين